في ظل استهتار طهران بالتزاماتها تجاه القرارات الأممية أو الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة التي وصل فيها الحكام الجدد إلى كرسي السلطة في إيران تشدد الإدارة الأمريكية عقوباتها التي تتنوع في مضامينها وأشكالها أكانت عسكرية أم اقتصادية أم غيرها من العقوبات التي يرى مراقبون للشأن الإيرانية أنها أتت أكلها وأوصلت نظام طهران إلى عزلة شبه تامة عن المجتمع الدولي وجعلت منه عدوا سخطته أغلب الشعوب في الوقت الذي تسعى واشنطن لتمديد حظر بيع واستيراد الأسلحة لإيران والذي سبق وانتهى الأسبوع الماضي انتهت في الأسبوع الماضي الحظر المفروض من قبل الإدارة الأمريكية على مبيعات الأسلحة إلى إيران والآن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تمديد هذا الحظر بغرض تجديد العقوبات على النظام الإيراني الملاحظة أن هذه العقوبات بجانبها الاقتصادي والعسكري أفت بشكل كثير على الاقتصاد الإيراني وادت إلى تداول العملة إلى أرقام غير مسبوقة وبالتالي نعكس ذلك على حياة الأفراد والمواطنين في إيران وكذلك على كافة المفاصل الاقتصادية في الدولة خاصة أن هذه العقوبات تزامنت مع تداول أسعار النفط وكذلك تفشي وباء الكورونا في إيران التي تعتبر من دول ضمن المنطقة الحمراء محللون أكدوا أنه يجب على إيران التوقف عن دعم الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي وتهدد أمن الدول لا سيما دول الشرق الأوسط وإلا فإن عليها التهيء للتعايش مع نتائج العقوبات المفروضة عليها وانتظار المزيد من العقوبات بلا شك أن العقوبات الأمريكية مستمرة والولايات المتحدة جادة بشكل حقيقي في فرض هذه العقوبات وإصرارها على محاسبة كل الأطراف التي تتعامل مع إيران هذه المسألة جدية بالنسبة لولايات المتحدة وهي توصل رسائل إلى كل من يريد أن يكسر هذه العقوبات أو يحاول أن يفتح هذا المجال على إيران أنه الولايات المتحدة جادة ومستمرة والاستخبارات المالية الأمريكية متربصة لكل من يحاول أن يدعم إيران في هذه التوجهات الخلاص لنظامها وشعبها يكمن في الالتزام والعزلة والحصار والعقوبات في التعنت وعلى طهران أن تختار